أخوات الإيمان والإسلام مرحبا بكم في أيام المغفرة مرحبا بكم في أيام العفو والجود والكرم الآن نحن بدأنا العد التنازلي لخير يوم تطلع فيه الشمس بدأ العد التنازلي أيام قلائل وساعات قلائل على يوم عرفة جعله الله خيرا ورحمة وبركة وفضلا ومنة من الله تبارك وتعالى هيا أخوات الإيمان والإسلام شمروا عن ساعديكم شمروا عن قوتكم وعضلاتكم في طاعة الله تبارك وتعالى تجهزوا لملاقات هذه الأيام بالمغفرة والعفو والإحسان والجود والكرم الله تبارك وتعالى يفتح أبواب المغفرة وبدأت عروض العفو من الله تبارك وتعالى وبدأ الكرم من الله تبارك وتعالى ينهمر على العباد جميعا نحن سنقول في هذه الحلقة بمشيئة الله وإن لم تكفي تلك الحلقة سنكمنها في الحلقة التالية عن برنامج عمل للفوز بكل غنائم يوم عرفة البرنامج يعني لأن يوم عرفة فيه أربع جوائز فيه أربع جوائز واحد مغفرة الزنوب عامين كاملين للعام الماضي والعام القادم علشان كده يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول صوم يوم عرفة أحتسبه عند الله عز وجل أن يكفر سنة قبله وسنة بعده وخد بالك لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن يوم عرفة بيكفر سنتين السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية ده مش معناه أنه بيمضي لك على بياض أنك تعصي ربنا زي ما انت عاوز عشان كده العلماء على الأرجح بيقولوا هذه الذنوب التي تكفر هي الصغائر وليست الكبائر أما الكبائر يا جماعة الخير تحتاج إلى توبة خاصة من وقع في زنب من الكبائر عليه أن يتوب منها توبة خاصة